اشتركوا في القناة تمكين 12 منشأة صناعية لتميزها في مجال تدريب الكوادر الوطنية إضافة إلى تكريم 20 موظفا نظير إنجازاتهم التي حققوها في تنمية الموارد البشرية في القطاع الصناعي وأكد نائب رئيس مجلس إدارة تمكين خالد الأمين أن التكريم يأتي ضمن جهود تمكين لإبراز الإنجازات التي تحقق التنمية والتطور للمواطن والاقتصاد الوطني كما أكد الأمين في كلمة له خلال حفل التكريم استمرار تمكين في المساهمة في دعم الجهود المميزة لشركات العاملة ضمن هذا الغطاع ولأي منشأة ترغب في رفع فعالية وإنتاجية كادرها وذلك لتحقيق مصالح الوطن والمواطنين على المدى القصير والطويل نحاول في تمكينه من خلال دراسات أن نرتقي بالتدريب والتعليم الصناعي على أساس أن يكون عندنا موظفين ذات قيمة مضافة موظفين عندهم سكل أكثر ينفعون روحهم بالدرجة الأولى ينفعون اقتصاد الوطن وعموما ككل ينمون الاقتصاد الوطني المنشآت الصناعية تولي حكومة البحرين اهتمام كبير بالمنشآت الصناعية هي ركيزة نمو الاقتصاد وركيزة نمو المستقبل للبحرين أولت الاهتمام مبكرا بالقادر الوطني في المنشآت الصناعية ولذلك اليوم نشوف المنشآت الكبيرة والمتميزة كلها ترتكز على المواطنين وترتكز على القادر الوطني أقفل مؤشر البحرين العام بارتفاع وقدره ربع نقطة عن معدل الإقفال السابق وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع الاستثمار وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة لهذا اليوم 544 ألفا و782 سهما بقيمة إجمالية قدرها 81 ألفا و131 دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال 30 صفقة كما بلغت كمية السكوك المتداولة لهذا اليوم 367 ألف سك بقيمة إجمالية قدرها 370 ألفا و670 دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال صفقة واحدة